دواء المصري احنا كنا متكلمين برحمة حضراتكم عن الدواء النهاردة بنتكلم عن الدواء برضو لكن بشكل ايجابي في الحقيقة لانه وفقا لمعلوماتنا مصر دلوقتي بيتم الاستعداد انها تقوم بتصدير لعقار السوفالدي اللي بينتج على المستوى المحلي طبعا السوفالدي هو الدواء الاساسي اللي بيعالج الفيروس سي بيعتبر وفقا للدراسات او وفقا للارقام هو البديل الارخص في العالم وزير التجارة والصناعة المهنس طارق ابيل اعلن الكلام ده النهاردة وقال انه بيتم حاليا دراسة ما بين انه يبقى فيه اتفاق ما بين مصر والارجنتين الاتفاق ده انه مصر تمد الارجنتين بالدواء المصري وتحصل في المقابل على منتجات ارجنتينية تصنع يعني محلية صنع بنفس قيمة كميات الدواء اللي هيتم تصدرها ده بالاضافة لانه كمان رئيس المجلس التصديري للأدوية الدكتور ماجد جورج قال انه مش بس الارجنتين اللي هتستقبل العقار المصري وانه الجانب او الطرف المصري التي بيستعد انه هيصدر نفس الدواء السوفالدي المصري المحلي الصنع ده لعدد من الدول العربية وعدد من دول اوروبا الشرقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة